موسيقى مساء الخير ممثل ومخرج سوري مسرحي قدم أيضا أعمال درامية لا تنسى للمشاهدين يلقبه البعض بالجوكر لقدرته على تقمص الشخصيات بإتقان شديد كتب العديد من المقالات النقدية السياسية والاجتماعية وله مواقف واضحة وأراء صريحة تجاه الفن والوطن الفنان السوري الكبير بسام كوسة في سؤال مباشر أستاذ بسام أهلا وسهلا فيك معايا في سؤال مباشر على الشاشة العربية أهلا وسهلا أستاذ خالد أنا سعيد بتواجدك معي وخليني أبدأ معك من سنة 2024 هذه السنة التي قدمت فيها أعتقد ثلاثة أعمال درامية تاج رياض بيك الجوهر مال القبان وكانون صحيح لي إذا كنت مخطئ أستاذ بسام هذا العمل تاج وأنا تابعته وحبيته كثير لو حبينا اليوم نضعه في خارطة الأعمال الدرامية بالنسبة لبسام كوسة على الأقل في هذه السنة أو في الخمس سنوات الماضية أين تضعه؟ يعني هو أي عمل ممكن واحد ينفزه يشابه بالقيمة أي عمل آخر وخصوصا عندما يبذل له كل شيء أو كل ما هو ممكن وكل ما هو يعني يتطلبه هذا العمل فالأعمال يعني عندما تحترم زائقة المتلقي إن كان على مستوى النص أو الأداء أو الديكور أو الهزياء فإنها يعني أنا برأيي تكون بنفس الخانع مصنفه عمل تاريخي يعني سوري أم ماذا؟ هلا هو ينتمي العمل تحديدا تاج أصدق أي تاج؟ ينتمي العمل لمرحلة أواخر الثلاثينات والأربعينات فترة وجود الاستعمار الفرنسي في سوريا وفترة الاستقلال ولذلك هو يعني تاريخي أعتبر تاريخ قريب بالنسبة للشارع السوري لأن حتى في ناس كانوا موجودين والأعمار متقدمة وكبيرة كانوا معاصرين المرحلة تلك كيف شفت ردودة لفعل أو أصدق الناس عليه؟ هلا هو لا يوجد عمل متكامل هاي كلمة يعني غير عملية دائما في العمل هناك إيجابيات وهناك سلبيات يعني دائما هو العمل لا يمكن أن يكتمل إن كان عبر النص أو عبر التنفيذ الإخراج، الأداء، الأزياء كل هذه العناصر اللي بتشكل هذا العمل دائما بتكون نسبية ولكن أهم مسألة إنه لما بيصل العمل إلى المتلقي أهم مسألة هو أن يكون يتلقى الاحترام من المتلقي وهذا الشيء يظهر تماماً عندما يقوم صناع العمل باحترام زائقة المتلقي وإحترام عقل المشاهد فيقابل باحترام حتى لو كان هناك عيوب ونواقص تاج قدم كما يقول البعض من أنه قد البيئة الشامية أفضل صورة مقارنة بهذه الأعمال أيضاً لتتحدث عن البيئة الشامية أستاذ بسام بهذه الناحية كيف أنت تصنف أعمال البيئة الشامية السورية اليوم في أي تقييم تضعها هلأ صار في خطأ من قبل صناع هذه الأعمال ومقدميها ومن قبل بعض النقاط وبالتالي صنفوا الأعمال البيئية على أنها هي وثيقة تاريخية تؤرخ لمرحلة في مدينة دمشق إن كان ببداية القرن الماضي أو إلى ذلك وبالتالي هذا الخطأ أنا برأيي هو ليس توثيقي لحالة تاريخية نهائية هو إذا كان فيه هناك شيء توثيقي فهو علاقات الناس مع بعض كيف يأكلون كيف يشربون أنا سميته حكاية الجدات يعني لا يمكن أن نعطيها بعد أكبر من ذلك هي حكاية الجدات هي لا توثق لم تستند لا إلى وثيقة تاريخية ولم تستند إلى مرجع تاريخي باستثناء الحالة الفلكلورية لعلاقة الناس ببعض آنذاك وقد شاب بعض الأخطاء وبعض العيوب أكيد ولكن يجب أن لا نجعلها أنه هي مصدر توثيقي في الدراما نهائيا أنت تقصد العمال لتناقش البيئة الشاملة تماما باب الحارة وغيره حملوها ما لا تحتمل تماما حملوها ما لا تحتمل وبالتالي هي ليست لا يمكن أن تكون مرجع وثائقي ولكن يمكن الرجوع إلى كمرجع فلكلوري معتمد على بعض الوثائق في الحياة اليومية ليس أكثر من ذلك هل هذا واحد من الأسباب التي تخليك تترك مسلسل باب الحارة أستاذ بسه لا والله كان نحن أول شيء نفذ باب الحارة بجزئيه مع بعضه وكانت الشخصية اللي أنا لعبتها موجودة في الجزء الأول فقط وبتموت يعني هذا الموضوع مكتوب دراميا على هذا الأساس وتنتهي الشخصية في الجزء الأول أنا لم أترك ولم أقبل ولم كذا بس أنا يعني بيني وبينك بيني وبين المشاهدين يعني يقوله منيح انتهت عند هذا الجزء يعني مثل ما بيقوله إذا الله لكم الشخص يأخذ ما شاء الله هو كم جزء الحين يعني وصل باب الحارة يجمع يعني تجاوز 13 والله ما بعرف أنا ما كثير يعني كان بيلدون لك أي تخريجة ابن الأدعشري مدري مين وأي حاجة ممكن يعني حسب ما شفنا فالمسألة سهلة ترح هذا الموضوع من قبل يعني عدة أطراف أنه تعود الشخصية ولكن أنا رفضت رفضا قاطعا رغم المغريات كان في أموري أنا برأي يعني أنا برأي أستاذ خالد يمكن الإنسان أن يكذب على الجميع بس أن لا يكذب على نفسه فأنا ماتت الشخصية أمام أعين المشاهدين وما بقدر فبركها أنه والله الجينات نفسها إجا الأخول الإدعشري وشي يقولوا هذا كلام يعني يستخف بعقل المتلقي والمسألة أنا برأي تتالي الأجزاء بعد الجزء الثاني هو كان دافع تجاري ومحض ما دبحت أكثر من عمل فني يحترم مقومات ومعايير الأعمال الدرامية الفنية يعني برأيه هو كان بواجهة أسباب استمرار هذه الأجزاء هو البعد التجاري أو المادي لو رجعت إلى تاج أنت قلت يعني ممكن نصنفه ضمن المسلسلات التاريخية لكن إلى حد ما يعني تاريخية معاصرة يعني أنت سؤلت عن رأيك في الأعمال السورية التاريخية وما أدري أنت تضع تاج ضمن هذا التصنيف أو لا تقول بصراحة أنا أكره البكاء على الأطلال والتغني بأمجاد الماضي أنا أعطي الأولوية للحاضر المستقبل أنا كمواطن في هذه الأمة لم يعد يهمني الافتخار بالتاريخ ليس عيبا أن نقول لدينا مشاكل العيب أن نتغاضى عنها إيش قصدت بهذا الكلام حلا أنا بدي فسر المفسر يعني أنا ما قصدته واضح أنا برأي نحن العرب لما بيساوي دراما تاريخية بيساوي أحاديث النظرة حتى لو تاريخ قريب يعني يعني دائما بتعرف حضرتك التاريخ كتبه المنتصر والقول يعني هو ليس لا يمكنك أن تطرح من خلال العمل التاريخي وجهات نظر تطرح وجهة نظر واحدة يعني وهذا بيصير فيه إجحاف بحق المرحلة وبالتالي نحن الآن نعيش بوضع لا نحسد عليه نعم في المنطقة العربية يعني برأيي الشخصي عم بحكيه وبالتالي دائما لما يعني هذه الشعوب بتعيش بحالة من الإحباط على جميع المستويات فلا ترى أمامه إلا ماضٍ تليد ماضٍ مشرق ماضٍ عظيم وأنا برأيي من صنع لنا هذا الماضي العظيم لم يكن يفكروا بالماضي ويبزلون جهداً كبيراً باتجاه فهموا ولكن كانوا دائماً يبزلون جهد في الحاضر والمستقبل وما ستقول إليه هذه الطاقات والإمكانيات التي يمتلكونها صناعة التاريخ دائماً يفكرون بالحاضر والمستقبل أما لما بيكون واحد هو فقط متشبس بتلابيب الماضي وأعمى نظره عن الحاضر والمستقبل فأنا برأيي سنبقى في مكاننا ونبقى نقرض الشعر والنواح والاستعراض أنه نحن كنا كذلك مزبوط كنا كذلك ما في حضارة إلا كانت كذلك ولكن الآن نحن مطالبين أنا برأيي هو استشراف المستقبل والعمل من أجله والنظر إلى الواقع يعني هذا يمكن أن يكون مجدياً أكثر وخلاقاً أكثر مع وضع الحالة التاريخية بمكان المحترم واللائق والذي يمكن أن يستفاد منه البعض يقول مثلاً أنت يعني كأنه عندك لو لو مشكلة في في أنه نفخر بتاريخنا يقول لك مثلاً كمان الجمهور بيحب قصص التاريخ بيحب العمال الدرامية التي تبحث أو التي تشخص هذه الحالة يمكن كنوع من الهروب من الواقع أي حضرتك إلتا كهروب من الواقع ولذلك أنا أبداً أنا لا أتجد على التاريخ لا توجد أم بلا تاريخ ولا يوجد شخص بلا تاريخ التاريخ له مكانه المحترم واللائق في حياتنا على أن نستمد منه الموعظة والمعرفة والنصيحة ولكن أن لا يكون لدينا إلا هذه النظرة وننسى الحاضر والمستقبل هنا تكمن المشكلة أعتقد أنا أبداً لا أرى أن هناك حتى لو قبائل بمجاهل أفريقيا وأميركا اللاتينية لهم تاريخ ويحترمونه ولذلك هذا الموضوع إلو مكانه الخاص واللائق ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساس أما أن لا يكون لدينا إلا التعامل مع التاريخ ونسيان ما نحن عليه وما سنقول إليه فأنا برأي هي أحيانا عاد تكون في جزء كبير مضي على الوقت والطاقة لو أعرض عليك اليوم عمل تاريخي كبير هترفضه يعني فهمي الكلامك أم أنه راح تفكر فيه أو على حسب الشخصية والدور لا هو دائماً إن كان عمل تاريخي أو عمل معاصر أنا علي أن يكون لدي رأي بالمادة التي تقدم لي طيب هذا إن كان معاصر أو تاريخي هذا أساسي هذا شرط أساسي بعدين في مسألة تانية أستاذ خالد أحيانا يراك مخرج في دور مثلا وقد يكون من الأدوار الرئيسية أو أدوار بسموها البطولي أو كذا فلما بقرأ أنا بقول له أنا لا أصلح يجب أنا أن أصلح بالنسبة إلي لازم أنا لما أقرأ حس أنه أنا أستطيع أنت صارت معك في أعمال تاريخية قلت له أصلح لشخصيات معينة طبعا ابتعدت عن مسلسلات أو أعمال معروفة طبعا مثل إيش طبعا لن أذكر الأسماء طبعا لا 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 لن أذكر الأسماء لأنه في إلي زملاء قدموه بشكل لائق هذا الموضوع يندرج تحته المعاصر والتاريخي وإلى آخره أول شيء يجب أن يكون هذا الموضوع بالنسبة إلي واضح تماما ونقطة ثانية يجب أن أتأكد من أنني أستطيع أنا القيام بهذه الشخصية كان معاصرة أو تاريخ بس في شخصية تاريخية يتمنى أو يحلم بس سامكوسة أن يعملها اليوم كل الشخصيات لما تدخل التاريخ لها ضوءة ولها بريقها لا يوجد شخصية محددة يعني أنا أطمح لعملها إضافة أنه من سنوات عديدة جل اهتمامي اللي حاولت أنا يعني يعني بقدر المستطاع أوله هو الدراما المعاصرة كيف تقيم واقع الدراما السورية اليوم بعد نقول 13 سنة من بداية الحرب في سوريا هذا موضوع إشكالي والحديث فيه يطول أنا راح أختصر رأيي بشوية كلمتين تقريبا دائما أنا برأيي الدراما هذه المهنة تحديدا في مربوطة بحبل السرة بالسياسة أيوة وبالتالي هذا هذا شأن أنا برأيي أحيانا بيكون له بعد إيجابي أحيانا بيكون له بعد سلبي وفي يعني كتير أمثلة حصلت بدرامات عربية أخرى دائما الفنون بحاجة لحالة تنمية لحالة ازدهار مثل اللوحة اللوحة التشكيلية يعني بتزدهر لما بيكون قسم كبير من الناس قادرين على اقتناء مثلا فلما بيصير فيه اضطرابات إن كان اقتصادية ولا سياسية هذا أكيد راح ينعكس يعني ليس على معاش وأكل وشرب الفرد راح ينعكس على كل أنواع الفنون فالفنون عظمتها وين إنها بتحاول الدافع عن نفسها بتحاول تلاقي ناس يرجعوا يوقفوها على أقدام قدر المستطاع أكيد مرت الدراما السورية بحالات من الهبوط والنوعية والجودة والكمية حتى ولكن دائما أنا بقول أنا لا أتمنى لأي بلد في الدنيا أن يحصل معه ما حصل مع الشعب السوري وما حصل مع سوريا بكل الأطراف ولذلك ولذلك قطعا الدراما السورية وصلت لمرحلة من الازدهار مثل مثل أي قطاع آخر وكان إلى رصيد مهم عند الشارع العربي فبالأزمات دائما تتأثر هذه الفنون لأن هي مثل ما بيقولوا هشة يعني نناعمة يعني يحتاج من يدافع عنها فبالاضطرابات دائما بيصير فيه تأثير على الفن التشكيلي بيصير فيه تأثير على فن الرواية بيصير فيه تأثير على الشعر القصة القصيرة السينما التلفزيون كل هذه الفنون تتأثر في حالات الاضطراب وخصوصا الفنون الجماعية يعني قد ترى أنه في حالة اضطراب بمكان ما بيطلع عندك رواية عبقر صحيح بنفس الأزمة لأنه فن فردي بيطلع شاعر عظيم بأنه فن فردي أما الفنون الجماعية دائما تتأثر بشكل أكبر بحالات الاضطراب والأزمات يعني الآن نحن مثل ما بيقولوا نلملم قوانا ولإعادة هذا المنتج المحبوب من قبض الشارع العربي لتطويره وإعادة البهاء له وكما أتمنى أنه في درامات عربية كتير جديرة بأن تصل لمراحل عالية جدا بس يعني إلى أي حد اليوم استطاعت أن تخرج من هذا الركام ركام الحرب يعني في الدراما السورية يعني هل الأزمة اليوم أزمة مادة فلوس أزمة سياسة تأثير لنظام سياسي أزمة فكر أزمة نص طبعا كلها مجتمع لكن إلى أي حد يمكن أن نقول بأنها بدأت تتنفس اليوم ووصلت إلى مرحلة متقدمة من التنفس هذه الدراما الكبيرة هلأ بدأت مزبوط أنا بوافقك على كلمة بدأت تتنفس يعني ما انطلقت انطلاقتها المطلوبة ولكن هي بدأت تتنفس قليلا دليل على ذلك هو يعني وجود عدد لا بأس به العام الفائت أكثر من العام اللي قبله أكثر من العام اللي قبله يعني عدد الأعمال التي أنجزت يعني وهذا برأيي أنا هو مؤشر إيجابي لكل المتحولات لحضرتك تعرفها وعمل تتابع بدقة المتحولات القليمية والعربية والدولية وكل هذه الأشياء لها انعكاسات على حياتنا حياتنا الثقافية والمعاشية والاقتصادية وإلى آخره فدائما الأمور مربوطة ببعضها يعني لا يمكن فصل نوع من أنواع المهن أو الفنون أو الكذا فصل عن الواقع هذا لا يمكن لأنه هو الهدف الأعلى هو الواقع لناس تعتقد أن الدراما السورية اليوم جالسة تجسد أو تشبه الناس في سوريا أو بعيد عنه هلأ في كل الظروف في فترات الراحة وفترات الهدوء وفترات الذهبية لأي مجتمع يعبر عن جزء لا يستطيع أن يعبر عن كامل طموحات الشارع ولكن دائما هذه الفنون إن لم تكن مهمومة بالشارع فهي ستكون ناقصة لأن الدائرة الإبداعية لا تكتمل إلا بالمتلقي فإذا لم تحاور مشاكل لهذا المتلقي إذا لم تطلق تلقي الضوء على تفاصيل آلامه وآماله وطموحاته فالدائرة لن تكتمل وبالتالي دائما هذا الموضوع يجب أن يؤخذ منها الاعتبار لا يمكن إطلاقا أن تكتمل الدائرة الإبداعية بكل أنواع الفنون يعني إن كتبت رواية ووضعتها في البيت لا تكتمل الدائرة إلا بالقارئ بالمتلقي إذا رسمت لوحة عظيمة وعبقرية ووضعتها في المستودع لن تكتمل الدائرة يجب أن يكون في هناك متلقي ليكمل لك الدائرة الإبداعية وسبب المنتوج وسبب هذا الإنتاج أو بتكون يعني بتشتغل لحالك بالجبال بالصحراء ساوي لحالك الدائرة الإبداعية في كل الأمور لا تكتمل إلا بالمتلقي ويجب أن يؤخذ دائما بس المتلقي اليوم في سوريا بيقول أنتم بتعمل أعمال ما بتشبهنا ما عدها تشبهنا يعني حالتنا اليوم أنتم بتتكلموا عن مواضيع إحنا ما بنعيشها يعني خاصة في 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 الحرب وما بعدها والوضع اليوم اللي بيعيشوا المواطن السوري إلى أي مدى هالكلام صحيح هلا هي في آراء متعددة طبعا هن المحقين أنه لما بيكون عمل مثلا لا يتناول قضاياهم يكون عندهم هذا الرأي ليست كل الأعمال التي تقدم هي تأخذ هموم الشارع يعني لا يتبط يستأخذ جزء صغير المتلقي دائما هو متطلب دائما بيقول لك أنت حكيت عن كذا ولم تحكي عن كذا اللي مظبوط حق معك بده عمل آخر فهذا الموضوع هو دائم دائم الطلب وللمتلقي الحق بالطلب دائما دائما هو الهدف الأعلى ولكن القائمين على تنفيذ هذه المشاريع قد يكون لديهم بعض المواضيع ممكن أن يتناولوها ولا يمكن أنه بعمل واحد تتناول كل المواضيع تتناول موضوع أو اثنين أو ثلاثة مع ذلك بيكون في ناس أنهم رأي أنه أنتم لم تقدموا ما نحتاج إليه مظبوط وبالتالي بيصير بالسنة أحيانا بحالات المزدهرة مثلا بيصير خمسين ستين عمل كل واحد يقول شيء وكل واحد يعالج مشكلة بس مثلا خلينا أطرح عليك تستطلع رأي عم تتر المسلسل مال قبان القبان اللي عملته سيد بسام وتحدثت أو سألت بعض السوريين أو مجموعة من السوريين عن الأعمال الدرامية في 2024 ما حصل فيها وهل هي بالفعل يعني من خلال آراءكم هل تمثل السوريين أو لا كان فيه جماعة أستاذ بسام أنا لا أتكلم عن هذه الورقة فقط أو هذه الصحيفة أعتقد حتى فيه قنوات تلفزيونية السورية وصلت إلى نفس النتيجة أنها بالفعل لا تمثل كسوريين يعني مثلا أحدهن تقول صحيح أنه نعاني الكثير جراء الحرب والوضع الاقتصادي الصعب لكن لم نصل إلى هذا الدرك الذي يتم تسويقه عبر الدراما التلفزيونية عنا يقول مثلا بأنه المرأة السورية رغم كل ما أصابها من فجائع لم تكن إلا كشجرة سنديان صامدة في وجه الريح سوريات كثر عملنا بكل جبروتهن ولم يصل إلى المستوى الذي يظهر في بعض الأعمال هناك من يتحدث بأنه هذه هي قضايا الأعمال الدرامية السورية تصور تتحدث عن البساد عن الجرائم عن الخيانات عن الليالي الحمراء وعن غيرها وهذه القضايا هي لا تشبه أبدا السوريين وهنا طرحت لك مثال عن المرأة السورية التي تحدثت عن مثل هذا الأمر ما رأيك هي محقة ولكن أنا لي رأي بهذا الموضوع تفضل فيه هناك وجهات نظر عند عدد كبير من المتلقين أنه لسه بتحكونا عن المشاكل لسه بتحكوه عن السلبيات لسه بتحكوه عن المسالب أنا برأي أنه مفروض أنه العمل الإبداعي يتناول ويلقي الضوء على مسالب المجتمع لكي تأتي المؤسسات وتتداركها وتحلها زي ما كان قبل 2011 إذا كان بدي يصير كله كله بكل التاريخ كل تاريخ الدراما وكذا فنون بشكل عام إذا بدي تصير فقط شوفوني ما أحلاني وشوفوا قديش نحنا عواخرة وقديش نحنا أقويا وقديش نحنا نظيفين وكويسين وقوايا وشهامي وكذا هذا بيصير عمل سياحي أنه أنت بدك تمدح المكان هذا بيصير عمل ولكن عمل سياحي مهمات الفن برأيي الشخصي هو إلقاء الضوء على مسالب المجتمع هو ما بيعطي حلول أصلا وممنوع الفن يعطي حلول لأنه بتصير حلول من وجهة نظر واحدة المهم أن يلقي الضوء على مسالب موجودة في المجتمع وتعالي أيتها المؤسسات المعنية إذا عندك وقت إذا بدك إذا بتقدري صلحي يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان بيجي عمل بيقول أنه فيه هناك مشكلة في التعليم بأي مكان ممنوع الفن يقول له أعملوا هيك لتصلحوا التعليم بيقول فيه مشكلة بالتعليم فتأتي مؤسسات التعليم أو القضاء أو إلى آخره الذي ألقي عليها الضوء وتأتي هذه المؤسسات المعنية وتصلح ما هو ناقص أو فاسد أو ردي أو إلى آخره فيه ناس يعتقدوا بأنه الفن بيعطيك حلول هذه مقولة خاطئة أنا برأيي الشخصي فيه ناس بيقولوا لك لازم تطالعنا كل ياتني يعني عظمة أو عباقرة ويا جبل لميه الزكريح وكذا هذا وجهة نظر ولكن أنا برأيي الفن هو فقط ليطرح مشاكل حلو المجتمع لتأتي المؤسسات لتنقذ طيب الدرامة السورية بتعمل هالشي اليوم؟ بتطرح مشاكل الناس وهمومهم؟ بجزء منه طبعا الأغلب طبعا بجزء منه الأغلب أنا أنا بقول أنه 90% ويمكن أنت تختلف معايا أو أكثر من كده هي بتناقش قضايا ما تنس حياة الناس ومشاكلهم يعني بشكل عميق أزمة الكهرباء الموية مضبوط هذا الشعب العظيم الذي خرج من رحم حرب طويلة كثير من القصص الإنسانية العظيمة التي يجب أن تطرح يعني وغيرها من الأمور يعني ولكن هناك فجوة بينها الشعب وبين الفنانين في الدراما والفنانين الكبار للمفروض يحملوا رأيتهم يعني أو يناقشوا همومهم وانت واحد منهم لا لا هو الموضوع الموضوع نسبي يعني بتقل لي 90% 80% 100% هذا تقرروا أما أنا لا أدخل بالنسب حلو أبدا هناك في مهنة يعني فرط عقدة لسنوات عديدة الآن لا يمكن تحميلها ما لا تحتمل يعني أنه والله كل الشيء اللي صار بالبلد كل الشيء اللي صار لازم تحكي عنه طبعا في أعمال يجب أن تتناول هذا الموضوع وفي أعمال تناولت هذا الموضوع لكي نكون موضوعيين يعني ما نقول لي والله الأعمال كلية كانت عم تغني خارج السرب يعني نحن مثلا إذا كانت حضرتك ذكرت مثلا ما القبان الذي عريض وإجد تعليق على أساسه ما القبان إذا بتتابعه بدقة يا سيدي بنصف دقة رح تلاقي طارح مواضيع هائلة جدا طارح مواضيع الاعتقال طارح مواضيع الفساد طارح مواضيع الناس المرتزقة طارح يعني على أي أساس أنه أنت بتجي بتقول أنه والله لم يطرح ولا شيء ولم يطرح أنا أنا مش رأي أنا أنا قلت لك أراء الناس سيدي لا لا أنا عم بحكي صح صح أنا عم بحكي عن ناس الذين الذين يقولون هذا الكلام شوفوه إذا كان شايف حلقات انتين ثلاثة بدك تتابع العمل مثلا لتشوف أنه ما هي المواضيع التي طرح طرحت مواضيع غاية شائكة جدا وتحكي أوجاع وآلام الناس يعني هذا الموضوع ما بيصير نحن دائما يعني أنا بحترم آراء العالم أكيد ولازم تكون في آراء ضد أو مع أو إلى آخره ولكن أنا مع الموضوعية في إبداء الرأي إذا ما عاجبهم هذا حقهم هل هناك أزمة فكر أو في الدراما السورية اليوم نص إبداعي ما في موجود أزمة 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 فكر عربية هذه عارفينها أستاذ بس يعني ما رح نحكي فيها خلينا خلينا فيه في جزئية الدراما السورية اللي إحنا نحكي فيها البعض يقول أنه الأزمة هي أكبر من أزمة مال في أموال جالسة تصرف على مسلسلات بشكل كبير يعني مسلسلات سورية يعني ميزانياتها ضخمة كثير يعني فهل الأزمة هنا إذا تجاوزنا المسألة المال أزمة فكر موجودة الآن في داخل الدراما السورية لا شك لا شك لا شك الثقافة والفنون أستاذ خالد أنت أدر مني هي محصلة حضارية للأمة الثقافة والإبداع والفنون هي عصارة أمة يعني هي معبر حقيقي لكينونة هذه الأمة هو ليست للترفيه والتسلية وتضيع الوقت يعني في ناس كتير بمواقع قرار بفكره أن هي للتسلية هو لا هي عصارة أمة هي محصلة حضارية لأمة وأنا آسف إذا كان بدي أقول كلام قد لا يعجب الكثيرين يعني لن تقوم قائمة لأمة لا تأخذ الثقافة والفنون بعين الأتيب نحن حربنا حربنا ثقافية قبل عسكري المنطقة هذا الموضوع أنا برأيه هو إشكالي جدا إذا لم نأخذ الثقافات والفنون بعين الاعتبار فهذا نحن سنبقى في مكاننا هي ليست للترفيه وتضيع الوقت والصياعة والكزة لا لأن كل الفنون الموجودة مربوطة بوشائش طويلة ستؤثر على بعضها يعني فن الرواية بيقول لك بيقول لك فن الشعر الفن التشكيلي الفن الدرامي الفن السينمائي الفن المسرح هي عبارة عن فن العمارة هذه كلها تشكل ذاكرتهم ومحصلة حضارية لهذه الأن طب في أزمة نص موجودة الآن في الدراما السورية طبعا في أزمة نص وهذه من الأسباب الرئيسية في ضعف الدراما السورية اليوم نقول هذا واحد من أهم الأسباب لأن الكلمة أنا لا يمكن أن أصنع شخصية بدون كلام مكتوب بشكل رفيع المستوى يعني شو بغزل بالهواء يعني لا الكاتب هو الحجر الأساس في بناء العمل الدرامي الكاتب النص والبقية تأتي لا يمكن لأي مخرج أو أي فنان أو أي ديكوريست أو أي مصمم أزياء يعمل من مخيلته بدون الاتكاء على نص جيد ومحترم ومكتوب بشكل متين النص والخطاء والحوار مع المجتمع مع الواقع في أزمة حقيقية جدا ليس بسوريا فقط التدخل السياسي مؤثر يعني تدخل الحكومة التدخل النظام في سوريا هل 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 يؤثر هل هو مؤثر بشكل كبير على الدراما هل هو من حيث المبدأ وأنا لن أجاب جواب ديبلوماسي أيوة تدخل بالزواريب لا 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 يوجد لا يوجد دراما بالعالم بدون رقابة الخلاف على سقف الرقابة وين ما رح بأي مكان بالعالم أي مكان بيطرح لك بفهوم حريات الرأي ومدرشو كذا كله هذا فيه له رقابة فيه سقف نحن دائما كان فيه صراع قبل الأزمة وأثناءها وبجوز تضل يوم الدين دائما هناك صراع بين الرقابة وبين الإبداع نحن بندفش السقف وهن بندفشه لتح هذا موجود لكل العالم فدائما فيه صراع نحن موضوع سقف الرقابة سقف المفتوح ما فيه سقف مطلق فيه حدود منه ريود وانتنازل فهذا الموضوع موجود وسيسقف لأي حد اليوم نزل وصعب أنك تدفشه يعني هلأ هو فيه إذا لاحظت أو ما بعرف إذا حضرتك قدرت التابع فيه سقف يعني أفضل من السابق ونسعى إلى رفعه وفيه هناك تجاوب بهذا الموضوع حتى يا سيدي بالمثال اللي حضرتك ذكرته إذا قدرت تتابعه مثلا بما الأبى فيه سقف عادي أو فيه سقف جيد جوز الطموح أعلى أكيد يجب أن يكون دائما عند صناع العمل الإبداعي تموح برفع السقف البعض يقول بأنه من يتحكم في الدراما السورية هي المخابرات السورية هل هذا صحيح؟ يا لطي يعني هذا الكلام أنا برأيي إذا ربطت مفهوم الرقابة بالمخابرات يعني أنه عنده الناس يؤرون فهذا يعني ممكن أما تقل لي أنه مثلا في لجنة رقابية يجب أنه هذا التقرير اللي عنده اللي طلعته طلعت تقرير نهائي لهذا المسلسل يصلح كذا ولا يصلح كذا ويصلح كذا فيه جهات بس أنت ما تعرف أنت عندك كمان لا 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 كلياتنا بنعرف نفسي نتخبى وراء الأشياء كلياتنا بنعرف أنه فيه هناك نحن فيه ظرف كتير خطير وظرف كتير صعب يعني أنت فيه ناس كتير دائما بقوله أنا حضرتك أنت على السوشال ميديا بقول لا إله إلا الله رح يطلع عالم يشتمون فما بالك فيه ظرف كتير سياسي متشعب وخطير إن كان إقليميا أو دوليا أو إلى آخرين فدائما فيه هناك من يوافق على رأيك وهناك من يوافق على رأيك طبعا فيه شيء عن الأجهزة الأجهزة الدولة فيه عندها هي كمان يعني مهمات أتمنى أن هذه المهمات لا تكون ضاغطة على الإبداع هذا بالدرجة الأولى أما إذا كانت تقول لي فيه رقابة فيه رقابة بكل الدنيا لا حدا يصدق إنه ما فيه رقابة بكل الدنيا هينما كنت دريد لحم أي حدا بيطلع على شاشة التلفزيون بيكون فيه حدا آيله شو يقول بس سقفه بقى هو المهم طيب دريد لحم بيقول أنا بخاف من الله ثم المخابرات أو المخابرات نفس الشي ينطبق عليك ما بعرف ليش عم تكرروا هالأسئلية يعني 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 هو آهر رأيه وبيقول الزلمة بيكون قامة كبيرة بيقولها بقرافق أنت كمان بتحكي في السياسة كثير يعني أنت حدثت عن الوضع في سوريا حللته من وجهة نظرك لك الكثير من الكتابات لكني لن أخوض في هذا في الحديث عن عن هذا الموضوع أنا بس برجع لا بدي أعرف لأنه قللي بالسياسة أنا بحكي بالمواطنة أنا عم بحكي من موقع مواطن موجود في هذه المهمة السياسة أنا ما بقدر أكون سياسي يعني ما بنعرف أنا ما بعرف أنا بعرف أول رأيي كبني آدم عايش بهذا اللي بسموه الوطن بيكون عندي رأي فيه أما السياسي أنا لا أصلح لأنه كون سياسي أما إذا كان يؤخذ كلامي على أنه هذا كلام سياسي أو يصنف يمكن نرجع لهذا الموضوع أنت في جدل أثار تصريحاتك مؤخرا قلت فيه أن ممثلات يتخذنا التمثيل ستارة لمهان أخرى صح أو لا أستاذ بسان ما كان فيه ولازلت ليش ليش قلت هالكلام لأنه ببساطة يعني أنا برأيي شكرا للسؤال مشان واحد يقدر يوضح على قناتكم كريمة أولا أولا أنا مع حرية أن الشخص يمارس حياته كما يشاء وكما يريد ويقول للعالم أنا هكذا واللي ما عجبه يروحي يدئ راسه بالحيل ولكن أنا ضد الاستخفاف بعقول الناس هذا علم جديد يعني تخيل أنه الزكاة الاصطناعي استخدم يمكن لأول مرة في مسلسل تاج عندما استقدمت شخصية الرئيس شكري الكوبة يكلف ملاء يعني مصاري يكلف أموال يكلف جهد يكلف تقنيات يعني المسألة ليست بهذه السذاجة اللي ممكن يحكوها وأنا لم أقصد أحد ولا بقصد هاي ولا بقصد هاد ولا بقصد أنا عم أقول لا تستخفوا بعقل الناس ما بيصير نحن كل ما بده سمعنا عن علم معين لسه ما بيعرفوا شو هو نحن ما بنعرف شو هو وأيس بيقول لك هيك الاستخفاف بعقل متلقي أنا ضده تماما وضد أنه واحد يقعد يعني يناور ويكذب على العالم يسأل شو ما بده وهو حر أما لا يستخف بعقل متلقي شو زكاء استناول اي بس هنا ما فهمت شو هالمهن الأخرى اللي بيغطوا عينهم بالفن بدي ممكن تجارة ممكن مكاتب عقارية ممكن أشياء أنت بدعم تسألني مشانا أخلاقية أو غير أخلاقية ممكن مثلا مثلا يعني مهن أخرى ممكن في ناس عم بيقدموا خدمات لأسر فقيرة لا يقدوه فقط بمنحة سلبي يعني أنا اللي أصدته أنه أنت مثل كون قاعد مثلا في عشرين شخص بتقول ضاعت محفظتي وقايز بنط واحد من آخر القاعة بيقول لك أنا ما سرقت شي تقول له بس أنت مين قالك أنه عم بيقصدك أنت أنا قلت هذا الرأي فاللي بدي يتنطع مشكلته اللي بدي يقول يظن أن أقصده مشكلته أنا لا أقصد أشخاص نهائيا ولا يعنوني أصلا لا يعنوني هؤلاء الناس لأنه بعرفهم لا يعنوني إيه بس أنا قلت رأيه ولا زلت مصر عليه بس البعض أستاذ بسام مثلا بيقول أنه ما كان المفروض يطلع الكلام بهذه الطريقة من فنان كبير ومعروف وأستاذ معروف بثقافته ونبله وأخلاقه زي الأستاذ بسام كوسة عندما يتحدث عن فنانات هم زميلات بالنسبة له في هذا المجال يعني بالتالي ما كان المفروض يطلع الكلام بهذه الطريقة شو رأيه هذا رأي أحترمه ولكن يا سيدي أنا لم أأتي إلى هذه المهنة السياحة أنا هذه المهنة بتعنيني بتعنيني كل تفاصيل وبتعنيني لما بتكون بمستوى عالي وبتعنيني لما تكون مستوى متدن ولكن يعزروني الآخرين أنه هذه المهنة ليست لي وحدي هذه المهنة لمجتمع كامل فلا تستخفوا بها طبعا أنا لازم أقول أنه في ناس محطوطين أو داخلين لهذا الوسط بطريقة خاطئة إن كان معرفيا إن كان أخلاقيا إن كان كذا وهذا يسيء للآخرين ويسيء ويسيء للمجتمع فأنا على أي أساس أنه ممنوع أقول هذا الكلام أنه يعني شو منزل بالعكس أنا عم بحكي عن ظاهرة متفشية وموجودة ومشان ما يزعلوا موجودة بكل العالم وموجودة من الجنسة ولذلك هذا الشيء أنا صحيح ولذلك أنا هذا الشيء هو من زاويتي أنا وطريقة تفكيري إنه هذه المهنة تعنيني هذه المهنة قدمت قدمت لي أمور معرفية وإنسانية وجمالية لي ولكل من عمل بها وريم أعظم من عمل بها ما جايين فقط أنه شوفوني أنا طالع بالتلفزيون في أمر مفروض أنا بالنسبة لي أمر آخر أبعد من ذلك كوني أنا مصر لازلت أنه هو هي جزء من حركة ثقافية وحركة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ويجب أن تكون هي معبر عن أمي أو عن مجتمع فأنا ما بتعامل معه على أساس سياحي نهاية ولا يعنيني ما يجري بقل لهم أوكي أنتوا روحوا ساووا اللي بتكن يا بس أنا أري رأي بهذا الموضوع بيزعلوا بيرضوا بيشموا فهذا ما حصل لا 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 في ناس هجموك منتقدوك أنت قلت أنه أنا رجل اللي احتاج لخمسين عام حتى يتمكن من شراء بيت بالتقسيد فليخجلوا من أنفسهم قليلا لهذه الدرجة يعني الأوضاع الاقتصادية في سوريا أصبحت صعبة حتى على ممثل كبير مثل بسان كوسي يا أخي يعني شو نحن عايشين بهالعشر سنين أنا صر لي كذا عقد عم بيشتغل أنا لا أخجل من أنني تعبت وعملت وبنيت اسمي وحياتي الاجتماعية فآخرين في بعض الناس أني فقط سميتهم الشتامون يعني يعني فقط أني يجتموك وحكينا بهذا الموضوع وحضرتك بجوز كنت تطلع على جزء منه أو كذا أنا قلت بشكل واضح وصريح كل من خرج من الفنان من هذه البلد فنان أو غير فنان خوفا أو زلمة ما بيتحمل لا هو وبيخاف أولاده أو عنده موقف سياسي لا هو الحق بينما أنت إذا بقيت في هذا البلد بيقول لك أنت خاين أنا هذا الذي لا أقبله وبالتالي بقول لهم شو خاين بيجوا بالتهموك وقول لك أنت عام تتعامل وأنت عام تستفيد أي استفيد أنا زلمة كنت عم بشتغل كل عمري لكي أبني حياتي الشخصية والمهنية وأنا يعني قادر أن أكون جريء إلى درجة أن أتحدى أي شخص قدم لي ولو قرش واحد خارج جهدي أنا اللي عم يشتغله واللي عم يشوفه العالم ودرست أولادي على حسابي فأنا هذا الموضوع بالنسبة لي بإلا فليخجروا على أنفسهم حاجة يتلقوا اتهم وأنت خاين وأنت عميل وأنت رجل تتعامل مع أجهزة مدريب هذا معيب هاي رغبة التخوين وهذا التنمر اللي بعتبره أنا غير أخلاقي يا رجل المشكلة أنه أنت شو ما قلت بيطلع في ناس الناس اختلفت مع الله اللي خلقنا اختلفوا مع الأنبياء فمن نحن شو ما بتقول رح يختلفوا معك أنا لما بدعي أنه يا جماعة يعني بدنا نقض على نتناقل حوار رضيان ورضيان فهمان ومفهمان كذا في حوار يجب أن يتم فيه هناك أصوات بالداخل والخارج يريدون أن يعيدوا سورة إلى المربع الأول بيقول لك لا نحن ما منحاور نحن ما منحاور هذون القتل الخواني الكذا بيعدوا بيعطوهم شهادات حسن سلوك وشهادات وطنية وشهادات أخلاقية بيقول لهم لا هذا البلد للجميع ويجب أن تحاور ولكن هؤلاء الناس الذين يدعون الجميع لإعادة الاختتال مرة تانية أنا برأيي هن القتلة وهن المتهمين وهن الناس اللي ما عندن أخلاق تجاه البلد اللي هن فيها يكفي أنه شو أنه اختلفت معه سياسيا إيه لازم أعدمه يعني لازم يعني يعني أعلق مشارك ولازم إلغي فيه ناس صارت تدعي أنه تنسحب منهم جنسيتهم وبدن يتحاكم طولوا بالكم يعني صار كل واحد قاضي وفي صور واحد صار مطبعه عنده عنده مطبعة شهادات للأخلاق وحسن السلوك والوطنية أنا كل شي قلته أنه كل ناس يجب أن تجلس لكي تتحاور آسف وهذا الموضوع إذا شوي واحد بيوسع زاوية الرؤية الكرة الأرضية في حالة جنون صحي كما جميعنا نلاحظ ليس هنا فقط وبالتالي هذا الاضطراب الهائل اللي هو موجود محليا وإقليميا وعربيا ودوليا وكذا نحن جزئ نحن مالنا جزيرة كله رح ينعكس علينا فإذا ما كان في هناك دعوة لأنك تلاقي لغة لغة مشتركة بقول لك أنا ما بلاقي لغة مشتركة يا بتحكي مثلي يا أولا أنت خالي أسئلة سريعة تسمح لي أستاذ شو أكثر حالة مؤثرة في حياة بسام كوسا حالة مؤثرة كثير في حالات مؤثرة أكثر حالة حزنت عليها حالات كثيرة مؤثرة يعني بدي أقول لك في حالات شخصية وفي حالات بالعلاقة بالبلد يعني ما جرى بالبلد أنا برأيه هو يدعو للحزن الشديد تعتقد فيه أمل لخروج سوريا من هذا الوضع المؤلم أم من نفات الأوان وخليك واقعي أستاذ بسام هلا هو قد يجيب على هذا السؤال شخص سياسي له علاقة بالمجريات في العالم أنا أمتلك أمنيات أنا أتمنى أن تعود سوريا أفضل مما كانت وأنا أتمنى أن تعود هذه البلد اللي هو إله قيمة مثل أي بلد عربي له قيمته له سيادته له حضوره الإنساني والحضاري والثقافي والأخلاقي يرجى بشكل أفضل نحن هاي ما وقعنا به ضل بقول لك أنا هذا الشيء أنا لا أتمنى لأحد ما حدا يتشاطر شفت شو صار أنت بما جرى بدول عربية وبيطلعوا لك أنه هاي الأمير كان اللي معنا من بؤرة الديمقراطية طيب بقول الديمقراطية بيقول لك أنا أيد بقول الديمقراطية طلع سب قدام البيت الأبيض أدمى بدك بس أنا سأضرب العراق أوروبا كلها كانت ضد قال له ايه كونوا ضد بس أنا سأضرب العراق لأنه في عنده أسلحة مدري شو كزا بعد ما ينفذ المهمة اللي هي مجغولة عليها من عقود بيجي بيقول لك هو بالأخير آسفين والله إجانا تقارير أمنية خاطئة دمروا البلد انظري ماذا جارب العراق يعني هاي مسألة تدعو للبكاء بينك وبين حالك تحس انه وين راحة هذه هذا التناحر هاي المصيبة ما يجب الان فيه أهل طيبين وخلاقين بالسودان ماذا يجب الان ان الطرفين بدوا يأمن العدالة للمجتمع السوداني بس تعون نحن ندمر السودان لحتى نأمن ولذلك أنا قلت بعد إذنك لما قلت جملة عندما يتصارع الحق مع الحق فإن المنتصر الوحيد هو الفجيعة مجنو العالمين شو عم تحكي الحق هاي ما يجري بالسودان اثنين معهم الحق اللي انت الان كإعلاني مرموك في هذه القناة اللي مع مين الحق ما في حق ما نعرف ولا حد يعرف بل كان لان كل واحد متمترس وراء حق هو بس بيقول لك في سوريا الصورة واضحة وراء الحق السوري هو كان السبب فيما حصل في سوريا هذا ما يقوله الكثير هاي وجهة نظر هاي وجهة نظر ولكن انا بقولك انه هو بعد 2003 بالعراق اجا كولمب باول وطرح مجموعة أوامر اوجا يكون الدور انت هلا بترجع انت لما كتبه هنري كسينجير دخلتنا بالسياسة يا رجل تقرى هنري كسينجير بيقولك انه هو انه خلص وقته سايكس بيكو ما بقى صالح لازم نعيد بقى نحن تجزيء المجزة واعادة طبعا اوكي اذا كانت هذه الفكرة انت انت كمان حتى لو دخلنا في السياسة انت فنان ومثقف وكاتب واصرت فترة من اسوأ فترات اللي عاشها بلد في العالم كله يعني يا سوريا والازمة اللي حصل فيها اي واحد في سوريا اليوم هو سياسي الطفل والصغير والكبير يعني على اللي حصل في سوريا يجب ان يكون سياسي هذا طبيعي هذا الامر بس لو قلنا انه في مؤامرة على هذه البلدان ليس من الطبيعة ان يكون للحكومات مسؤولية اكبر في مواجهة هذه المؤامرة بالالتفاف حول شعوبها بتقديم يعني تنمية لها بكل يعني هذه مسؤولية حكومات وليست هي مسؤولية امريكا ولا اسرائيل ولا غيرها هذه مسؤولية الحكومات العربية وسوريا هدئ نفسها يعني هو ما بيصير تافي احد هذا من حيث المؤامرة يعني بقولوا نظرية المؤامرة ايه شو بتشكي نظرية المؤامرة كمان بتحقق اشياء يعني شو بتشكي نظرية المؤامرة لا احيانا بتكون فيه محقة اضافة مشان ما نقول انه بقط نظرية المؤامرة ايه وانا قلت هذا رأيي كذا مرة هناك كان بون شاسع وفراغ بين القيادات العربية وشعوبها يعني انا هذا من خلال مشاهدتي لما يجري في الوطن العربي العظيم فهذا الفارغ هاي الفجوة هاي الفجوة مسؤولة عنا كل الناس مسؤولة عنا الحكومات والمؤسسات طبعا مسؤولة نحنا هون قدي صنع ما نحكي بتقلي انت عم تحكي عن اشياء يعني بديهية لان بتقول انه اخي فيه فساد بده محاربة فيه قضاء بده تزبيت فيه تعليم بده تسوية فيه هذا الكلام هاي ليس فقط في سوريا في كل الوطن العربي يعني الله يحمي كل الدول لمصارف المشاكل ليبيا تدمرت والعراق تدمرت سودان اليمن فيه مشاكل هائلة يعني هاي مشاكل يعني نحنا اساس انه جسد واحد ومبرشوق كزا ما نحنا كل الطعنات كلها عم تيجي من كل الطراف فبتقلي انه مو نظرية مؤامرة لا قبل لك فيها جزء من نظرية مؤامرة فيها جزء منه بس سمحت لي بشغلة انا دائما نقول انه في منطقة بلاد الشام هنا هي منطقة جغرافية ملعونة لعنة الجغرافية لا تنهض حضارة من آلاف سنين لا هلا إلا بدي تيجي لهون بدي تحتل هون تربط ثلاث قارات مع بعضها بين افريقيا وآسيا وأوروبا دائما هناك حضارات تعرف دورة الحضارات كلما تطلع حضارة بدي هون بدي رأس هذا المكان وبالتالي هذا استمرار لهذا الصراع الإنسان يعني الحضارات لما عم تنمو تتطور ما بتعبر عن هذا التطور إلا عبر تساوي جيوش وبدأ تقتل الأضعاف هذا اللي حصل شو عملك القادم أستوي على سامحني انتهى وقتنا شو عملك القادم تساوي يا سيدي أنا بتشرف أنه أكون معاك والله يا أستاذ بس سيد شو عملك القادم؟ أنا تشرفت فيك لا أدري أنا هلا أنا عم بقرأ بعد الأعمال لم أستقر على الأعمال وبس استقريت رح بس استقريت حنعمل بعدين بس تدري حنقعد مع بعض ايه طبعا طبعا وأنا بدي أشكرك كالحقيقة أنا متابعك كأعلامي يعني يمتلك كم هائل من الزوق والثقافة والإصغاء لأنه هي شغلة نادرة ما أحد يقدر يعملها وهذا الشيء أنا شرفني أني تكون موجود أنت بالطرف الآخر اللي نحن قلب واحد دائما شاكر ومقدر لك تواجدك معي وتلبية دعوة البرنامج وأنت نجم عزيز وكبير يعني ومحبوب في كل إنحاء العالم العربي الكل بيحبك يا أستاذ بسام شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في شكرا يا أستاذ خارج شكرا إن شاء الله تضلوا بخير جميعا بإذن الله نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي اكس فيسبوك يوتيوب ومشاهدة هذه الحلقة والاستماعي لها على الشاهد وعلى العربية بودكاست استحياتي خالد ندخل إلى اللقاء